قبيل انطلاقه إلى أوروبا للمشاركة في قمة العشرين وزير الخارجي الأمريكي تيليرسون يشيد بالتعاون الروسي الأمريكي في إقامة مناطق خفض التصعيد في سوريا والتي اعتبرها دليلا على قدرة البلدين في إحراز مزيد من التقدم تصريحات تيليرسون استبقت اللقاء المتوقع بين ترامب و بوتين على هامش قمة العشرين التي ستبدأ غدا في مدينة هامبورغ الألمانية الوزير الأمريكي قال ان الولايات المتحدة مستعدة لان تبحث مع روسيا الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار في سوريا بما في ذلك مناطق حظر جوي ومراقبين ميدانيين لوقف اطلاق النار وتنسيق ايصال المساعدات الانسانية وتابع ان واشنطن اذا عملت مع موسكو سويا على ارساء الاستقرار فان هذا الامر يمهد تقدم نحو اتفاق على المستقبل السياسي لسوريا كما قال وزير الخارجي الامريكي ان روسيا تتحمل مسئولية بشأن منع اي فصيل في سوريا من اعادة السيطرة على الاراضي التي يتم اخراج تنظيم الدولة والجماعات الارهابية الاخرى منها بيان تيلرسون المحمل باشارات الثقة في الجانب الروسي لم يتطرق الى مستقبل رئيس النظام بشار الاسد وهو يعكس بذلك تجدد رغبة امريكا باتباع نهج في سوريا تعتمد فيه على روسيا بشكل كامل وهذا ما حذر منه اكاديميون وسياسيون امريكيون اذ شددوا على عدم استعداد روسيا او قدرتها منح واشنطن ما تريد في سوريا فادارة اوباما عقدت المرة تلو الاخرى امالها على روسيا بوصفها الضامن الوحيد لعدم التصعيد والمساعدات الانسانية والتقدم السياسي ومرة تلو الاخرى اصيبت بخيبات امل وتساءل عن ظن ادارة ترامب ان الامور ستكون مختلفة هذه المرة اشتركوا في القناة